بسم الله الرحمن الرحيم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الأيام المعدودات الواجب فيها الصيام كما مر في الآية السابقة هذه الأيام هي شهر رمضان ورمضان هذه الكلمة مشتقة من الرمض وهو شدة وقوع الشمس على الرمل وغيره يقال أن العرب لما أرادوا تسمية الشهور سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافقت رمضان أيام رمض الحر ثم أقر رسول الله صلى الله عليه وآله هذه التسمية ولم يغيرها مع أنه غير كثيرا من الأسماء لماذا لم يغيرها لتطابق هذا الاسم مع واقع هذا الشهر فعن رسول الله صلى الله عليه وآله سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب يعني يحرق الذنوب كما أن رمضان من أسماء الله تبارك وتعالى فيكون معنى شهر رمضان شهر الله روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا نزول القرآن زاد في عظمة هذا الشهر وحرمته إذ صار شهر رمضان زمانا لنزول أعظم دستور للبشرية إلى الأبد هذا القرآن أنزل لهداية الناس أجمع هدى للناس يهديهم إلى الحق وإلى صلاة مستقيم وبينات من الهدى يعني آيات ودلاء الواضحات من جنس الهدى والإرشاد فليس القرآن هدى غامضا يحتاج إلى إثبات ودليل بل واضح لائح هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني ومن الفرقان أي يفرق بين الحق والباطل والضلال والرشاد فمن شهد منكم الشهر فليصمه الذي حضر شهر رمضان ولم يكن مسافرا فيجب عليه أن يصوم ويستثنى من ذلك المريض والمسافر ومن كان مريضا أو على سفر فلا يجب عليه الصيام وإنما عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطر فيها فعدة من أيام أخر وهذا الحكم للتسيل على المكلفين يريد الله بكم اليسر يعني السهولة ولا يريد بكم العسر يعني الصعوبة ولذا أمر الناس بالإفطار في السفر والمراض وفي تأويل الآية عن الإمام الباقر عليه السلام اليسر أمير المؤمنين والعسر فلان وفلان وفي حديث آخر اليسر الولاية والعسر الخلاف وموالاة أعداء الله ولتكملوا العدة يعني إنما شرع وفرض القضاء عليكم بعد شهر رمضان لتكملوا العدة أي لتكملوا عدد الشهر فأن في صيامه فوائد لا يدركها إلا من أكملها فإن لم يتمكن من إكمالها في نفس شهر رمضان للسفر أو المرض أكملها بعد رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم إنما شرع الصاوم لتعظموا الله تبارك وتعالى بسبب هدايته لكم إلى دينه وشريعته فالصياب السبب قرب النفس إلى الله تبارك وتعالى لأنه يوجب سمو النفس فإن الإنسان يعيش الجوع والعطش ويعيش في الأجواء الرمضانية الرائعة لمدة شهر كامل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وهذا مما يعظم الله في نفسه فشرع الصاوم لتكبروا الله وتعظموه على ما هداكم وفي الحديث الشريف في قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم قال التكبير التعظيم والهداية الولايه وفي تأويل الآيه المراد به تكبير ليلة الفطر وهذا أحد المصاديق فأن الصوم الذي هو تعظيم لله تبارك وتعالى ينتهي بإظهار تكبير الله باللسان في ليلة العيد ويومه ولعلكم تشكرون فأن الصوم نعمة تستحق الشكر لما فيه من صلاح الدنيا والدين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين